رئيس عبد الفتاح السيسي أشاد طبعا بنجاح الوساطة المصرية القطنية الأمريكية في الوصول إلى الهدنة الاتصال اللي حصل يمكن من شوية ما بين فخامة الرئيس واللي تلقاه فخامة الرئيس تحجيدا من جو بايدن فكان فيه إشادة بالدور المصري وبدور فخامة الرئيس في الوصول إلى هذه الهدنة بل والتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض بشكل قاطع التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وده بالمناسبة تقدر تعتبروا نصر حقيقي لفصل من فصول هذه القضية لأن احنا مكناش وقفين عند النقطة دي يعني مكناش وصلنا للنقطة دي مش بس هقولك في بداية هذه الحرب اللي بدأت يوم 7 أكتوبر لا وقبلها يعني كانت دائما هناك أكثر من أو كان هناك أكثر من مخطط لتهجير الفلسطينيين أكثر من سيناريو لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم وصلنا في أثناء الحرب إلى أنه أصبح هناك أكثر من وزير داخل هذه الحكومة بيعرضوا حلول ومخططات جديدة لتهجير الفلسطينيين فإن لم يكن تهجيرهم للأراضي المصرية فليكن تهجيرهم إلى المملكة الأردنية فإن لم يكن المملكة الأردنية الهاشمية يبقى نهجرهم في مناطق أخرى زي كندا على سبيل المثال وبعض الدول حول العالم الدول الأخرى حول العالم في الوقت الحقيقة بجموعة من المخططات أو الخطط البائسة وهقولك بالفم المليان لو للجهد المصري ما كنا وصلنا إلى الرفض القاطع للتهجير القصري الرفض القاطع لهذه المخططات بل ومحواها على الأقل من أجندة النقاش السياسي تماما وما كنا وصلنا إلى الهدنة الحالية